الكنيسة هي في فكر الله وأنه في مشروعين اللي هي مؤسسات إلهية مسروع الزواج الرب اللي هندس واللي يعني فكرة الزواج هي فكرة إلهية ومشان هيك إبليس عم بحارب الأسرة والمؤسسة التانية هي الكنيسة لأنه بقول يسوع أبني كنيسة أو كنيسة الله التي اقتناها بدمه وبعدين شاركت عن الفكرة الصحيح يعني إيه الفكرة الصحيحة لموضوع الكنيسة ولكن ما بعد الفكرة الصحيح إيه اللي عاوز أوكي يعني هالكنيسة إيه اللي ممكن يعني تكون الخطوات العملية أو الأعمدة اللي بتساعدنا أنه هذه هي الكنيسة اللي في فكر الله أمين بس تعلينا عن كلام الجميل حتك بتقوله دلوقتي إذا الزواج فكر إلهي والكنيسة فكر إلهي لازم نرجع للكتاب بيقول إيه عن الجواز وبيقول إيه عن الكنيسة ليه إحنا متلخبطين لأن إبليس بيخبط في الكصة دي وإحنا تايهين يفتح الكتاب ماذا يقول الكتاب من قدس عن الزواج؟ هنمشي وراء هو ليس المجتمع بيقول إيه ليس جيدا أن يكون آدم وحده أصنع له معينا بعدين مكتوب يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بإمرأتي فيكون الاثنان جسدا واحدا ما جمعه الله لا يفرقه إنسان فالزواج مؤسسة إلهية ليه؟ لأنه غرض الله رجل امرأة بيلتصقه بصيره جسد واحد ليس رجل ورجل أو امرأة مع امرأة أو فكرة الزواج المتعدد يتزوج أكتر من زوجي هذا مرفوض رفضا كليا بحسب الكتاب المقدس فهذا يعتبر زنا شوف أنت قلت بحسب الكتاب المقدس نعم هو ده اللي احنا عايزين نقف عنه ما هو لازم نقول الفكر الكتابي بغض النظر يعني الناس حبت أو لم تحب طبعا طبعا هكذا أيضا الكنيسة فضل هنبحث الكنيسة في فكرة الله إزاي الكنيسة يقول لرسول بوريس في كرونس القرصة 12 جسده هو رأس الكنيسة وجسده أفرادا احنا الكنيسة التعبير اللي ينفع هو جسد المسيح يعني ايه جسد المسيح هو اللي بيظهر بها ذاته كيف يعلن ذاته المسيح النهاردة عن طريق الكنيسة فالكنيسة غالية وهمة جدا يستعلن فيها المسيح في العالم يظهر ذاته فيها وفي نفس الوقت مكتوب في أفسد له المجد في الكنيسة نعم هو يمجد في الكنيسة نعم فالمفروض راعي وراعية كلنا مشغولين أن نمجد المسيح في الكنيسة أمين وعننا بص على الفكرة دير وبندور وإحنا بنعمل كل حاجة هل يتمجد المسيح نعم هنعمل ده بكل قلبنا هل دفعنا وإحنا بنعمل ده مجد المسيح آمين هنمشي السكة دير فكاننا بنسترجع تاني وده اللي قاله عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى لأن المحبة الأولى بتخليني أدور أمجده بحبه أدور أكرمه بحبه عايزه يتعظم ينبغي أن زاكا يزيد وأنا أنقص وكمل الرسالة فانظر من أين سقطت وتب وعمل الأعمال الأولى لألا أتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب في رسالة جدية في الموضوع لأنه هو مسؤول عن الكنيسة هو صاحبها نعم فمن حقه يركنه هوقف شهادتك هزحزح منارتك هوقف شهادتك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر